السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي الطلاب والطالبات. بنلتقي اليوم في درس جديد من دروس وهو موضوع شيق وهم جدا النهاردة بنتكلم على موضوع ده من اهم الموضوعات اللي طلع جامد جدا جدا في موضوع الارتفيشل انتليجنس اللي هو تعلم الالة او الماشين ليرنج وعلى المقابل في برضو حاجة علم اكبر شوية برضو تحت نفس الفرع اسمه الايه? ايوة ايوة انا سامعة ديب ليرنج بالزبط كده. مشين ليرنج يعني يا شباب النهاردة نتعرف يعني مشين ليرنج لكن احنا عارفين من الاسم كده الاسم يخض شوية. مشين ليرنج تعلم الالة هي الالة بتتعلم? اه تخيلوا احنا وصلنا للالة تتعلم فما بالك بقى الانسان? ولا ده الانسان مفروض يكون بقى وصل لمرحلة اعلى من كده بكتير. يعني ايه برضو الالة بتتعلم? يعني نقدر اديها اجزامبلز وهي من الاجزامبلز بتعلم نفسها بحيث بعد كده لو ادتها حاجة تقدر هي تحلها. يعني على سبيل المثال كده ناخد كده مثال نفرض اللي انا جيت مثلا انا طبيب في مستشفى فعندي مسجل عندي على الكمبيوتر مثلا الريكوردس بتاعة بيانات المرضى. الضغط النوع زكرا او انساء الطول وما الى ذلك البيانات بتاعة كل مريض. وفي الاخر مصنف المريض ده يا طرى هو مثلا مريض قلب او مش مريض قلب. ها? يا طرى التحليل بتاعه ايجابي ولا سلبي مثلا يعني. لو فرضنا ان هو تحليل. طيب انا الوقت مسجل كمية كبيرة جدا 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 من البيانات. مش كده? وفي الاخر مصنفة اما ان هو مريض او ان هو ايه? غير مريض. طيب. بناء على كده دي اجزامبلز ايه كتير عندي. اقدر بعد كده لو جالي مريض من مجرد من ان انا اشوف البيانات بتاعته اقدر اتوقع. نخلي بلنا ما كلمة اتوقع. يا طرى هو في اخراح اتصنف ان هو مريض مع الفئة بتاعة المرضى ولا مع الفئة الناس الايه? السليمة وغير مريض. يعني انا كده كما لو كان عندي. ها? يا اما مريض او ايه? او سليم. ومحتاج ان انا اصنف بقى لو جالي واحد جديد من قبل ما ها? اخش بقى الطبيب يكشف ويقرر والكلام من ده? لا من مجرد البيانات المتسجلة على ضروري يا طرى هو يتحط في الفئة بتاعة المريض او فئة الايه? السليم. بناء على ايه? بناء على كمية الداتة اللي قبل كده موجودة عندي. يعني اقدر اللي انا اخلي برنامج الماشين لينج يعمل الموضوع ده? ايوة. هو ده احد الايه? الافرع اللي اقدر اقول عليه اللي انا بعمل ايه? ها? التعلم للآلة. بعلم الايه بالتعلم. تعال لده حضرتك مثال. مش ساعات حضرتك مثلا بتكون في مادة عايز تراجحها او تذاكرها. بان انت تشوف سؤال واجابة سؤال واجابة سؤال واجابة للمادة دي. هو ده تعلم بالتعلم. بدي لحضرتك السؤال وبدى لحضرك لاجابة. بدي لحضرك لاجابة. يبقى ازا لو انت مرت على المقرر كله عن طريق سؤال واجابة انت كده تعلمت. اجي بقى في او في الاختبار اديك اسئلة بس ما فيش اجابة بقى وبنان على قدرتك اللي انت تعلمتها اسناء الترم تبتد انت تجاوب فانا عامل لك ايه evaluation يعني اشوف قدرتك انت يا ترى من الاسئلة اللي انت اخدتها في اخر الترم دي قدرت تتجاوب كم واحدة صح وكم واحدة غلط وبنان عليها اقدر احسب الدرجة بتاعتك احقوها انا برضو نفس الموضوع بقدر ان انا اقيم البرنامج بتاعي بان انا ادي له تيست بعد ما عملت له بدي له تيست تمام عشان اتأكد من قدراته الاكيوريسي بتاعته تعالوا بقى نتكلم ايه بلغة المشين اللي نجي اسمها ايه اكيوريسي تمام نسبة الدقة بتاعته يعني اقدر اعتمد عليه بعد كده ولا ما اقدرش فمسلا نفقد انه هو ادياني نسبة الاكيوريسي بتاعته تسعة وتسعين في المية يعني اديته مئة سؤال حل تسعة وتسعين سؤال صح قدر يصنف تسعة وتسعين مريض في التصنيف الصحيح بتاعهم يبقى اذا البرنامج ده لي اعتمادية عالية ولا لا لا genetic طب لو كانت تصنيف اه 40% لامقدرش اعتمد عليه مش كده ولا ايه يبقى اذا انا اقدر ان انا اعلم البرنامج يعني بتديله الانبوت وبديله ولا ايه الاوبوت بقول له ادي بيانات المريض ده وتصنيف انه ايه انه مريض قلب بيانات المريض ده لا ده سليم ده مريض ده سليم لما اديه كمية كبيرة من الداتا دي وبعد كده ببتدي اضربه عليها بعد كده اقدر اعمله زي تست عشان اعرف قدراته اذا حقق في التست ده اكيوريسي عالية اقدره اه والله خلاص بقى ده كده اقدر اعتمد عليه فين في التشخيص يعني اقدر ان هو يطلع نتائج تمام اقدر اعتمد عليها في التشخيص بدون ما نالجأ الى حاجات اخرى مجرد البيانات الموجودة ارجو كده اقدرتها قبل ما نبتدي اوضح تلكم يعني ايه مفهوم الماشين learning by example بسيط اللي هو موضوع ان انا بصنف يا ترى شخص مريض وسليم طبعا الكلب ده يا شباب ليه حاجات كتيرة يعني على سبيل المثال مسلا ساعات بنجي لنا ايميلات تصنف انها سبام او نوت سبام مش كده يبقى اذا الموضوع مش قصر بس على موضوع مريض او سليم سبام او نوت سبام لا ده كمان ممكن على سبيل المثال يبقى مثلا عندي مثلا على سبيل المثال تسعيرة لعقارات معينة طبعا كل عقار ليه مواصفات فيه كم حجرة موقعه فين وما الى ذلك وانا عارف ان العقار ده بالمواصفات دي اللي موجود في المكان ده سعره كذا لو انا بقى مسجل كل البيانات دي كتيرة جدا اقدرت ديها البرنامج من برنامج الماشين ليرنج اعمل له تريننج بحيث بعد كده لو حد جاء لي اداني مواصفات اي عقار بناء على المعلومات السابقة اللي عندي اقدر اقول اه والله ده السعر المناسب يكون كذا للعقار ده بناء على المعلومات اللي عندي كل ده اقدر ان انا اخده من مين من الماشين ليرنج زي ما بقول حضرتك برضو تطور بوضوع الماشين ليرنج لان نلاقيه لبعض تطبيقات اخرى زي مثلا التعارف على الصور يعني ممكن يبقى عندي مجموعة مثلا من الصور اعزاكم الله دج كات وما الى ذلك ويقدر البرنامج بتاعي من انا ادي له مجموعة كبيرة من الصور يقول لي والله اه الصورة دي صورة كذا الصورة دي صورة كذا يبقى انا مصنف طيب وده يمكن حاجة اوسع شوية من الماشين ليرنج اللي انا بسميها الديب ليرنج لكن معتمدة على نفس ليه على نفس الفكرة يعني الديب ليرنج هو امتداد لمين للماشين ليرنج وكل الاتنين دول تحت مظلة ايه ايوة تحت مظلة الارتيفيشيال انتليجنس ارجو كده نكون ايه خدنا مقدمة مشوقة تقدر اللي احنا تدينا دفعة بقى كل فرع من الفروع كنا بتتلم عليها اصبحت علم وفي ناس متخصصة فيه يعني في ناس شغالة ماشين ليرنج في ناس شغالة في ديب ليرنج في ناس شغالة في حاجات اخرى كلها تحت مظلة الارتيفيشيال انتليجنس كمبيوتر فيجن حاجات الروبوتس كل ده يا شباب حاجات تحت ايه تحت المظلة الكبيرة بتاعت الارتيفيشيال انتليجنس النهارده زي ما اتفقنا موضوعنا هناخد احد الفروع ونتكلم عليها اللي هي الماشين ليرنج نتعرف على مصطلحاتها ايه ونغوص في اعماغ الايه الماشين ليرنج ارجو لحنا نستفيد من درس النهاردة بإذن الله تعالي طيب تعالوا بقى نخش شوية في بعض المصطلحات الخاصة بالماشين ليرنج اه فيه يا شباب نوعين من الليرنج او اكتر من نوع من الليرنج لكن هنركز على كم نوع اول حاجة حاجة اسمها يا شباب سوبرفايزد ليرنج احنا نتكلم في الليرنج في التعليم سوبرفايزد ليرنج ده يا شباب ايه سوبرفايزد ليرنج يعني تعليم تحت اشراف اه يعني بالضبط زي ما يكون مع حضرتك مدرز وبي ايه وبيوجهك يقول لك والله ادي السؤال وادي الاجابة ادي السؤال وادي الاجابة ادي السؤال وادي الاجابة بيديك الايه التدريب على الاسئلة تمام فعشان كده بقول ان هو تدريب تحت ايه اشراف ده نوع من انواع الماشين ليرنينج ايوه نوع من انواع الماشين ليرنينج بيبقى فيه بيبقى الانبود based on example الانبود هو ايه زي ما اتفقنا السؤال واجابة فانا برضو بيبقى عندي مثلا ريكورد بتاع مريض ريكورد بتاع عقار ده والتصنيف بتاعه او السعر بتاعه اكي اللي احنا بسميه الليبل الاوبود في الحالة دي بسميه الليبل يبقى انا عندي الانبودز البيانات بتاعة الريكورد والاوبود او بسميه الليبل بتاع الريكورد ده زي ما قلنا المثال اللي فات انا عندي ريكورد بتاعه مريض وفي الاخر تصنيف المريض ده هل هو مريض او غير مريض عندي حاجات معينة تخص مريض معين او تخص بيانات تحليل معين وفي الاخر التصنيف ده يطرح positive او negative التحليل ده يطرح positive او negative وما الى ذلك يبقى ده يا شباب النوع ده من التعليم بسميه التعليم الايه? supervised learning وفهمنا ان مميزاته بيبقى فيه عندي input output pairs بيبقى فيه ال input اللي هو يمثل لي ال record وفيه عندي ال label او ال output وانا بضرب المودل بتاعي على ها لما يكون ال record دي موجود البيانات دي موجودة قدت الى output شكله كذا. البيانات دي موجودة تؤدي الى output شكله كذا. بضرب سؤال وإجابة على البيانات اللي عندي يا شباب بسميها بسميها طيب يبقى ده أول نوع فهمنا اللي اسمه ليه قلنا بعد يبتيجي مع مرحلة التدريب بعمل ايه بعمل بقى بدي له تست بشوف يا طرى هو فعلا استفاد من التدريب ده يعني قادر بعد كده ان هو يصنف صح ولا لأ ايه وبطلع حاجة اسمها بنيان على نسبة اللي طلع ابتدي اقول او والله لا خلاص الموديل ده اتضرب كويس اقدر بعد كده استخدمه في التصنيف وانا متطمن طيب يبقى ده اول نوع شرحناه اللي هو ليه هنا بيديني اجزامبل زي ما اتفقنا معايه ليبل يبقى انا في عندي مجموعة من الفيتشارز اللي هي مواصفات الموجودة الفيتشارز اللي عندي ثم الليبل الخاص المقابل للمواصفات دي انا مقاسي ده تست عبارة عن مجموعة من الفيتشارز ثم الفيتشارز ايه تؤدي اليه ليبل كذا الليبل ده قد يكون مثلا ناجح او راسب الليبل ده قد يكون مريض او غير مريض سبام او نوت سبام ممكن يكون فيه اكتر من تصنيف مش بس اتنين تمام يبقى ده ليه ممكن يبقى فيه رانكينج يعني انا عايز قولنا صنف بس حاجة فيها ايه مثلا واحد جايب اه زي مثلا في الدرجات بتاعتنا في اللي جايب ايه في اللي جايب بيه في اللي جايب سي فده بسميه رانكينج احد الالجوليزميز الخاصة شباب حاجة اسمها ديزيشن تري ديزيشن تري ده نوع من انواع الايه يا شباب عبارة عن ايه مجموعة من الكونديشنز يعني كما لو كنت بس اسأل نفسي سؤال وبنان على السؤال بابتدي انتقل لكلاس ايه او كلاس بي ثم بعد كده وصلت لحاجة معينة ابتدي اسأل نفسي سؤال انتقل لاما ها للسؤال اللي بعده يمين او يسار مش كده يا بالضبط كما لو كانت تري وبنان عليها فيها تفرعات بسأل هنا نفسي سؤال وببتدي بنان على السؤال الموجود اشوف انا هروح للجهة دي ولا الجهة دي اسأل هنا سؤال وابتدي اشوف يا طارة بنان على السؤال ده يس او نو مثلا هروح هنا او هنا لحد موصل خالص لاخر حاجة اخر حاجة هي عبارة عن الكلاسات او التصنيف بتاعتي وليكن ده كلاس ايه كلاس بي كلاس سي كلاس دي تمام يبقى دي بسميها يا شباب بتتحرك على التري دي من خلال ايه من خلال كونديشنز معينة او من خلال مجموعة من الاسئلة المعينة هي اللي بتبتدي تحركك على المرحلة اللي بعديها او على الليفل اللي بعديه لحد ما توصل لاخر الليفل هو ده بقى الليفل التصنيف اما ان انت تقع في كلاس ايه او انت الحالة بتاعتك تقع في كلاس بي او تقع في كلاس سي او تقع في كلاس دي قد يكون ده يا شباب مثلا عمال دي زيشن تري على سبيل المثال الي طال المطش اللي جاي ده هيتلعب ولا مش هيتلعب طب ايه العوامل اللي بتقل انه يتلعب او بتلعبش والله يقولك بقى في بعض كونديشنز والله لو النهاردة مثلا في مطر يبقى ممكن ان هو ايه ها يتلعب او ما يتلعبش او بنان على في مطر زائد في مثلا في حرارة او في مثلا الرطوب درجة الرطوبة او 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 بنان عليها شوف في الاخر يطال المطش هيتلعب ولا مش هيتلعب ماش كده ده مثال يبقى اذا انا بعض اصنف بامشي مع التري من اول الروت بتاعها ابتدي امشي مع الكونديشنز الموجودة في كل برانش لحد ما في الاخر اوصل للايه ايوة اوصل لاخر ليفل اخر ليفل هي اللي بتوضح لي الكلاسز بتاعتي لما يسميها الليفس بتاعت التري الليفس بتاعت التري هي دي اللي بتوضح انا هروح لانهي كلاس قد يكون بقى كلاسين ثلاثة اربع ايا كان تمام نفس الموضوع ممكن اعمل التري دي برضو لتصنيف مرض معين والله يا ترى المريض ما صندر ديت حرارته ملتفعة يبقى اذا اقدر الان اتحرك على واحد بالبرانشات طيب يطرى بعد المدرجة اتحررته مرتفعة السؤال اللي بعدين يطرى هو مثلا عنده كحة ابتدي يحركني لبرانشات اخرى طيب يطرى هو مع الكلام ده هل في مثلا اه تعب مثلا في العظام ولا مفيش ابتدي اتحرك لحد ما اوصل اه التصنيف ده وصلت مثلا لهنا يبقى التصنيف ده ان المريض ده مصاب مثلا بالكورونا لا التصنيف ده ان الراجل ده سليم لقى التصنيف دا الراجل دا عنده نازل البرد لقى التصنيف دا الراجل دا عنده مشكلة في الرئة الله يعني انا مشيت مع المريض عمال اسأله مجموعة من الاسئلة لحد ما وصلت انت في انهي كلاس من الامراض اللي موجودة يا ترى انت عندك سليم خالص ما عندكش حاجة يا ترى لأ ده مصاب بالكورونا لأ ده مصاب بمشكلة في الرئة لأ ده مصاب بنزل البرد يبقى دي اسمها يبقى اذا انا دلوقتي عامل كلاسات وببتدي عايز اصنف المريض بتاعي بنان على بعض الاسئلة اللي بسألها بامشي فيها على التري تمام لحد ما وصل لاخر مرحلة اعرف يا ترى هذا المريض يوقع في انهي مرحلة من التصنيف الامراض الموجودة عندك ده مثال يبقى ده هنا يا شباب ببتدي استغل موضوع في حاجة اسمها بعمل ايه قلنا الكلاسيفيكيشن ده قد يكون قد يكون مريض او سليم قد يكون تحليل قد يكون زي ما احنا شفنا مريض بمرض معين انهي واحد فيهم يبقى اذا الهدف ان انا في الاخر اوصل لايه يا شباب ايو اوصل للايه ان انا اعمل كلاسيفيكيشن يبقى السوبرفايز ليرنج بيساعدني على هذا الموضوع ايضا ممكن مش بس كلاسيفيكيشن في حاجة برضو في السوبرفايز ليرنج اسمها ريجريشن موديل ريجريشن موديل انا مش بس مش عايز اعمل كلاسيفيكيشن لا ده انا عاوز اطلع رقم معين يعني رقم معين زي ما دينا حضرتك مثال كده في بايوة لو حد فاكر في بداية المحاضرة لما قلنا لو انا عندي مثلا على سبيل المثال عقار مش كده انا عندي اسعار العقارات بناء على مواصفات كل عقار متسجلة عندي في اداتا ست انا بقى عاوز عقار معين اعرف يا ترى هو تسعيرته هتبقى كام مش متسجل احنا قلنا الاول هنتضرب على الحاجات المتسجلة بعد ما اتضربنا خلاص وبقى الموديل بتاعي جاهز انا عايزه بقى يطلع لرقم يقول لي والله بناء على المعلومات اللي عندي لعقارات اخرى كل عقاره لي مواصفاته ولسعره العقار لو مواصفاته كزا لانت مدهوني دلوقتي هيبقى سعره كزا فهنا بيطلع لرقم فهنا بسميه regression model regression مش كده ده فرق ما بين regression والclassification classification يعني انا عايز احط الحالة بتاعتي في كلاس معين اما regression لا ده انا منتظر من البرنامج يطلع لي رقم يدل على مثلا سعر او يدل على مثلا حاجة في السوق وما الى زيب ممكن يكون سعر منتج ممكن يكون سعر دولار ممكن يكون سعر بترول ايا كان القيمة ولكن في الريجريشن مودل بيطلع لي قيمة في الريجريشن مودل بيطلع لي قيمة الريجريشن بيطلع لكلاس انا عندي كلاسات ويا طرى الريجورد بتاعي هيتصنف في انهي كلاس كده اعتقد اللي احنا ادينا الموضوع supervised learning حقه فهمنا عن ايه supervised learning خدنا مثال ليه وفهمنا ازاي بيستخدم طيب يا طرى هو ده النوع الوحيد في المشين learning لأ طالما قلنا supervised يبقى عكسه ايه يا شباب ايوة unsupervised learning يعني تعليم بس مش تحت اشراف الله هو ينفع تعليم بس مش تحت اشراف اه بمعنى ايه ان انا عندي الريجوردس موجودة ولكن لا يوجد لبل مقابل لها يبقى انا عندي مجموعة من المواصفات ولكن مش متصنفة التصنيف مش موجود الاوبوت مش موجود طيب اقدر اضرب الموديل على كده اه في بعض حالات اللي انا ببتدي امسك الريجوردس دي واشوف درجة التشابه اللي ما بينها ليه بعملها حاجة اسمها كلاسترينج خلي بالكو التانية اللي فاتت كان اسمها ايه المرض اسمه كلاسترينج كلاسترينج يعني ايه يعني بجمع الحاجات المتشابهة مع بعض في جروب واحد يعني تخيلوا كده اش انا مقسم جروبات قبل كده تخيلوا كده انا دخلت على حضراتكم كطلاب او كطلبات وابتديت أتكلم معاكم فلاقيت أن مجموعة من الطلاب أو الطالبات بيحبوا الإراية مشتركين في هواية الإراية مجموعة من الطلاب والطالبات مشتركين في هواية التسوق مجموعة من الطالبات بيحبوا يتفرجوا على أفلام مجموعة من الطلاب أو الطالبات بيحبوا مثلا يلعبوا سباحة وبناء على المعلومات اللي عندي روح تجايب مجموعة الطلاب المتشابهين في الهوايات حطتهم في جروب A في كلاس مجموعة تانية حطيتهم في كلاس تاني مجموعة تالتة حطيتهم في كلاس تالت ورابع يبقى انا كده قسمت مجموعة الطلاب او الطالبات اللي عندي لمجموعة لمجموعات جروبين الطريقة دي بسميها يعني انا ما كنتش الفرق بقى بين الكلاس ترينج ولكلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن انا من البداية من قبل ما اخش عليكم كنت حاطت كلاسز معينة وبنان عليها اي طالب يجي له اقول له اه انت تخش الكلاس الفلاني ونان على الايه على الريكوردس بتاعتك اما كلاسترينج لا انا مش محدد جروبس مش محدد كلاسز ده انا ابتديت اجمع الداة اللي عندي وفقا للتشابهات اللي ما بينهم في كلاسات فاذا ده الطريقة دي يا شابيب بقول عليها الانسوبرفايزد ليرنين انا ما عنديش كلاسات جاهزة موجودة ما عنديش لابلز ما عنديش اوبوت تمام ولكن انا ببتدي اشوف الصفات المشتركة في الداة اللي موجودة عندي ده مثال وبعمل لها كلاسترينج بجمحها بعمل لها جروبينج مع بعض في جروب واحد اوكي ده الفرق ما بين والايه والكلاستر نوع من انواع والكلاسترينج نوع من انواع ايه ايوة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة